اشتركوا في القناة 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 هنقول رقم واحد وحدات مجمعة في المصنع وطبعا الوحدات المجمعة في المصنع اللي هي منها الوحدات المنزلية سواء الشباك سواء المجزة سواء المحدات المجمعة الى اخر من الوحدات الاخرى ننتقل الى جزء اخر او به وهو وحدات المركزية ودي طبعا بيبقى نوع من اجهزة التكيف هنتطرق له ان شاء الله باستفادة ايضا من خلاله بيتم هنا دراسة او بيتم هنا دراسة بيكون نوع اشمل واكبر من اجهزة التكيف العادية التانية ولو استخدامات مختلفة عن الاستخدامات الاخرى طيب اما نيجي نقول الوحدات المنزلية هنقول هي وحدات تكيف تعمل على تنقية الهواء وتبريده وازالة رطبته او تسخينه او ترطيبه جيما احنا لسا عالين في التعريف تبعا لحالة الهواء الخارجي والغرض المستخدم من اجله الوحدة وايضا بتعمل على تحريك الهواء زي ما احنا قلنا داخل المكان بحيث ان بتعمل على توزيع الهواء وما يحدثي فرق في ايه في درجة الحرارة طيب ويمكن تصنفها الى هنقول رقم واحد اللي احنا ان شاء الله هنشتغلها في حلقتنا النهاردة رقم واحد وحدات او وحدة الشباك رقم اتنين الوحدة المجزئة رقم تلاتة المضخة الحرارية اربعة الوحدة المجمعة يبقى ما نيجي نقول يمكن تصنيف الوحدات المنزلية الى هنقول اربع اجزاء اساسية مهمة جدا بنستخدمها في منازلنا كلنا وكل وحدة من دول بنستخدمها على حسب الامكانيات المادية وعلى حسب رغبة كل ايه كل عميل بيستخدم وحدة من دول رقم واحد وحدة الشباك رقم اتنين الوحدة المجزئة رقم تلاتة المضخة الحرارية رقم اربعة الوحدة المجمعة طيب ننتقل الى جهاز تكيف الهواء طراش شباك زو الدورة المعكوسة وده اللي هي وحدة تكيف الشباك ودي الشكل العام لجهاز تكيف الهواء طراش شباك زو الدورة المعكوسة زي ما احنا شايفين ادي الشكل العام اللي بيكون موجود عندي وهذا الشكل دي المألوف اللي بيكون موجود عندي طيب وليه مصطرح نسميناه جهاز تكيف هواء طراش شباك لانه بيحتاج الى فتحة كبيرة في الحائط شبيهة بالشباك لذلك اطلق عليه بهذا الاسم واحيانا ايضا يطلق عليه المكيف الحائطي طيب تعالوا نشوف هنا تركيب او مكونات دائرة التبريد لجهاز تكيف الهواء ترى الشباك زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي بيكون موجودة قدامي وطبعا احنا قلنا جهاز تكيف الهواء الشباك بيبقى الكمبوننت او المكونات كلها بتاعت الجهاز مكونة داخل الكيسة او داخل اطار واحد يعني بمعنى صح ان جميع المكونات اللي بيشتمل عليها الجهاز بتكون داخل اطار واحد فقط والاطار ده زي ما احنا شفنا بيبقى نصه داخل المبنى ونصه خارج المبنى على الحائط زي ما احنا شفنا كده لذلك احنا قلنا ممكن يطلق عليه المكيف الحائطي زي ما احنا شفنا رقم واحد اللي هو الضغط او محرك الضغط هنا والضغط هنا بيبقى من النوع المحكم الغالب اما يكون من النوع الترددي او اما يكون من النوع الدائري هنا ايضا في محرك مروحة او محرك بصفة عامة المحرك هنا او محرك المراوح وفي هنا مروحتين مروحة للملف الداخلي ومروحة للملف الخارجي طب ايه مستر ملف الداخلي والملف الخارجي هنقول الملف الداخلي اللي هو بيوجد داخل المبنى زي ما احنا شفنا وبيشتمل على الملف الدبية يصنع من مواسير المواسير دي بتكون مزعنفة بتكون بواسطة الهواء المدفوع بواسطة المروحة اللي احنا شايفينها قدامنا هنا والملف الخارجي ايضا بيصنع زي ما احنا شوف برضو من النحاس او من مواسير من النحاس المزعنفة زي ما احنا شوفنا زي ما موجودة وايضا في المروحة موجودة بتعمل على دفع الهواء على الملف الخارجي يبقى الملف الداخلي هو يوجد داخل المبنى والملف الخارجي بيوجد خارج المبنى والمحرك المراوح بيكون محرك زعاموت إدارة مزدوج يعمل على دفع الهواء على كل من الملف الداخلي والملف الخارجي زي ما احنا شفنا بالإضافة إلى مجموعة موجهات الهواء ومجموعة المرشحات اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا نشوف برضو شكل دايرة التبريد أما نيجي نرسمه عندنا أدي شكل دايرة التبريد أدي قطاع في الحائط اللي بيكون موجود قدامي وأدي الملف الخارجي اللي بيبقى موجود عندي ودائما بيبقى الضاغط والمكسف بيبقى فيه الملف الخارجي ولكن هنا ليه عشان ارتفاع أو عشان درجة الحرارة وعشان الضوضاء زي ما احنا شفنا فبنخلي الضاغط موجود عندي خارج المبنى أدي شكل محرك الضاغط اللي هو موجود عندي ومن هنا الملف الخارجي اللي بيتكون أحيانا من المكسف ودي محرك المراوح وزي ما احنا شفنا محرك المراوح بيكون زو عموط إدارة مزدوج لمروحة الملف الداخلي ويعمل على مروحة أيضا الملف الخارجي ومن المكسف من هنا أيضا الأنبوبة الشعرية أو المصورة الشعرية وإحنا قلنا فايدتها أنها بتعمل على تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد بحيث أنها بتعمل على خفض جزء في الضغط من خلال سائل مركب التبريد القادم من المكسف وبتدفعه إلى المبخر على هيئة سائل مرزز وبالتالي بتقلل الحملة على المبخر اللي عندي وهنا الملف الداخلي زي ما احنا شفنا المبخر وبيصنع من المؤسر المزعنافة أيضا زي ما سبق وإحنا قلناه وفيه هنا زي ما أنت شفت كده من خلال الملف الخارجي مصورة الراجع أو مصورة أو خط السحب الراجع إلى المبخ أو إلى الضغط مرة أخرى دي الشكل العام لإيه مكونات دائرة التبريد لجهاز تكيف الهواء اعتراض الشباك طيب تعالوا نشوف هنا المكونات نكتبها إزاي هنقل رقم واحد الضغط وهو من النوع المحكم الغلق رقم اتنين الملف الخارجي وهو من النوع المزعناف زوء الهواء المدفوع بوسطة مروحة وطبعا بيوجد فين بيوجد خارج الغرفة طيب ننتقل إلى أيضا الملف رقم ثلاثة الملف الداخلي ويكون من النوع في معظم الأحيان بيكون صناعة الملف الداخلي والملف الخارجي هما نفس الصناعة لإن احنا ممكن في بعض الأحيان عن طريق الدورة المعكوسة زي ما نشوفها بنعمل عملية تحويل بنخلي الداخلي مثلا أو بنخلي المكسف داخلي وبنخلي المبخر خارجي والعكس صحيح على حسب العملية اللي احنا عاوزين طيب من يجي نشوف هنا نقول يكون من النوع المزعناف زوء الهواء المدفوع بوسطة مروحة ويوجد داخل الغرفة رقم أربعة الأنبوبة الشعرية وهي تكون طبعا زي ما احنا قلنا كده جزء دي المصورة الشعرية زي ما احنا قلنا بتعمل على تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد ودي بتكون مصورة زي قطرة أقل من النحاس وأحيانا زي ما احنا قلنا بيتم لحام جزء من خط السحب مع جزء من المصورة الشعرية بنكون المبادل الحراري والمبادل الحراري بيعمل على تحسين جودة عمل الدائرة زي ما احنا قلنا ننتقل إلى البلف العاكس طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض كده في جزء بسيط عن البلف العاكس أما نيجي نقول يا مصطر يعني إيه البلف العاكس أو أهمية البلف العاكس أو فايدة البلف العاكس البلف العاكس بيعمل على عكس اتجاه سريان مركب التبريد حسب العملية المطلوبة سواء كانت العملية تبريد صيفا أو تدفئة شتاء طيب نحن أحيانا بنسمع في معظم الأحيان عن أن أجهزة التكيف في الإعلانات يقول لي أجهزة التكيف اسمها الدورة المعكوسة فإيه فايدة الدورة المعكوسة أو إيه أهمية الدورة المعكوسة؟ أن جهاز التكيف ممكن يشتغل صيف وشتاء طب هنقول يا مصطر جهاز التكيف لما يشتغل عندي صيف وشتاء ببتدي أنقل أني عندي أو أنقل الجهاز التكيف وحركه بحيث أن أخلي الملف الداخلي مبخر والملف الخارجي مثلا مكسف وعكسهم لا أنا ما بحركش جهاز التكيف على الإطلاق ولكن كل اللي أنا بعمله أن أنا بحط البلف العاكس اللي بيكون موجود عندي يبقى إذن فايدة البلف العاكس هو عكس اتجاه سريان مركب التبريد حسب العملية المطلوبة سواء كانت هذه العملية تبريد شتاء أو تبريد صيفا عفوا أو تدفئة هنا شتاء يبقى إذن هو له فايدة كبيرة جدا أني بيعكس اتجاه سريان مركب التبريد بحيث أنني لو عاوز عملية التدفئة شتاء بخلي المكسف اللي هو بيكون ملفا داخليا وبالتالي باستفاد من الحرارة الناتجة من المكسف بتدفئة المكان المكيف علشان الإنسان الموجود داخل المكان بيشعر بالراحة وفي نفس الوقت أيضا لو عاوز عملية تدفئة أو عاوز عملية تبريد صيفا يبقى بخلي الملف الداخلي في هذه الحالة مبخر وبالتالي باستفاد من انخفاض درجة حرارة المبخر في تبريد المكان حتى يشعر الإنسان الموجود داخل المكان بالراحة يبقى إذن وجود البلف العاكس داخل دائرة جهاز التكييف مهمة جدا وأيضا بتعمل على عكس اتجاه سريان مركب التبريد طيب تعال نشوف البلف العاكس باستفادة ونشوفه إزاي بيتركب وإزاي بيتم عكس اتجاه سريان مركب التبريد هنقولك البلف العاكس زي ما احنا شوفنا يقوم بتوجيه مركب التبريد داخل الدائرة حسب العملية المطلوبة كما يركب عليه إيه يا شباب يركب عليه البلف المرشد طيب ننتقل إلى شكل البلف العاكس وزي ما احنا شايفين كده الشكل العام للبلف العاكس هو اه ادي البلف العاكس وادي الشكل العام بيصنع من مصورة من النحاس المصورة دي بتتكون من ايه بتتكون من اه من جهة موجود بها اه مصورة للطرد ومن جهة من تلت جهات موجود تلت مواسير زي ما احنا موجود قدامنا هوا التلت مواسير دول فايدتهم الأساسية واحدة منهم راحة للملف الداخلي والاخرى للملف الخارجي والمصورة اللي في المنتصف راحة ايه للخط الرجع اللي عندي زي ما احنا شايفين كده بقولنا دي طبعا صور مختلفة للبلف العاكس ادي صورة البلف العاكس اللي بيكون موجودة عندي هنا ادي المصورة بتصنع من النحاس بتركب من جهة تلت مواسير ومن الجهة الاخرى مصورة اخرى المصورة دي اللي هي بتبقى متصلة بطرد الايه بطرد الضاغط اللي بيكون موجودة عندي والتلت مواسير احدى هما متصلة بالملف الداخلي والاخرى متصلة بالملف الخارجي سواء كان مكسف او مبخر بقى واللي في المنتصف دي بتكون متصلة بخط الراجع او سحب الايه سحب الضاغط اللي بيكون موجودة عندي طيب ادي الشكل العام ايضا ادي الشكل بتاع البلف العاكس لما عملنا فيه قطاع هنلاحظ ان وجود داخل المصورة الكبيرة اللي هي من النحاس زي ما احنا قلنا جزء منظالك الجزء المنظالك ده بيعمل على عزل مصورتين بحيث ان يخلهم لي مقصورين على بعضهم ومصورة اخرى بتكون منفصلة عنهم بحيث يعني بمعنى اصح هنقول يا مستر دي فايدتة ايه هنقول دي فايدتة الاساسية بتعمل على ايه بتحدد سريان مركب التبريد يمشي في انهي مصورة زي ما احنا شفنا واده جزء منظالك واده المكبس اللي هو اللي عندي اللي بيتحرك واده الجزء المنظالك والمكبس بيعمل لي على قصر ايه بيخسر لي مصورتين على بعض زي ما احنا شوفنا وطبعا قبل ما نيجي نقول هنا فيه الملف الكهربي والبلف المرشد اللي هو الخاص بالبلف العاكس الكهربي والبلف المرشد اللي هم الخاصين بتحريك الجزء المنظالك اللي بيكون موجود عندي سواء كان عملية تبريد صيفا او تدفئة ايه شتاء طيب تعالوا نشوف تركيب البلف العاكس نقول مكونات البلف العاكس رقم واحد طبعا جسم الصمام الرئيسي وهو يتكون من الجزء المنزل الكلبستم اتنين استوانة بها سلاس مخارج في جهة ومخرج اخر في جهة اخرى المقابلة ودي بيكون ايه حول الاستوانة وطبعا زي ما احنا شفنا بها فتحتان واحدة اعلى الاستوانة والاخرى ايه اسفل الاستوانة طيب الوصالات اللي بيكون موجودة للبلف العاكس هنقول وصلة عبارة عن مصورة تصل بين الضاغط والفتحة الوحيدة الموجودة باحدة جانبي البلف الوصلة الوسطى اللي احنا قلنا الوصلة الوسطى اللي راح فيه على جانب الاستوانة الاخرى اللي موجودة بها سلاس فتحات تتصل بفتحة الراجع للضاغط وصلتان تتصلتان بايه او تتصلان بكل من ايه الملف الداخلي والملف الخارجي سواء كان مبخرا او سواء كان ايه مكسف ايضا وصلتان عبارة عن انبوبتان شعريتان اللي احنا بنقول في جانبي البلف العاكس اللي بتساعد على تحريك الجزء المنزلق اللي بيكون موجودة عندي اللي احنا لسه بنقول عليهم وصلتان عبارة عن انبوبتان شعريتان زي ما احنا شي فيهم دول بيساعدوا على تحريك الجزء المنزلق اللي بيكون موجودة عنده بيسهلوا عملية تحريك الجزء المنزلق عشان تتم عملية عكس اتجاه سريان مركب التبريد على اكمل وجه هنقول تتصلان باعلى واسفل جسم الصمام وتصلانه بصمام التحكم المغناطيسي او يمكن تسميته بالصمام المرشد او الصمام السلوني طيب تعالوا نشوف هنا نظرية العمل او وضع البلف العاكس بيشتغل ازاي داخل الدائرة ممكن احنا نقسم الدائرة الى طبعا وضع البلف العاكس اثناء عملية التبريد والتبريد طبعا بيكون صيفا وبرضو وضع البلف العاكس اثناء عملية التدفئة ودي بيكون هنا ايه شي تائم طيب تعالوا نشوف هنا وضع البلف العاكس اثناء عملية التبريد صيفا هنشوف احنا هنا لو جئنا نلاحظ المواسير المتصلة عندنا احنا اتفقنا ان الضغط وترضى الضغط بيكون الجزء الاعلى من المصورة المتصلة بالبلف العاكس اللي هي وليكن رقم واحد وعندي ثلاث مواسير اتنين وثلاثة وإيه وأربعة لو احنا جينا نبص من هنا احنا كلنا لازم نكون متفقين ان مركب التبريد الجزء اللي بيخرج منه من الضغط الاول جزء لازم يقبله بعد الضغط رابد ان يكون المكسف نهاية دي الفكرة في هنا انني مثلا مركب التبريد بيكون زو ضغط عالي ودرجة حرارة عالية فاول مكون بيكون بعد الضغط لابد ان يكون المكسف سواء كان بقى ملفا خارجيا او سواء كان ملفا داخليا يبقى اذا فايدة البال في العاكس ان بتوجه مركب التبريد على هذا الاساس طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ادي شكل الضغط اللي عندي الضغط موجود يطرد بخار مركب التبريد من هنا زو ضغط عالي ودرجة حرارة عالية اما يطرد لي بخار مركب التبريد من هنا هنلاحظ ان موجوش او مفيش قدامي الفتحة رقم اربعة هي اللي موجودة فقط او هي اللي متاحة عندي لمروم مركب التبريد بينما النقطة رقم او المصورة رقم اتنين والمصورة رقم ثلاثة مصر هنقول هنا البالف العاكس او الجزء المنزالك والبستم قصرها على نفسها بحيث انها تكون معزولة عن باقي البالف يبقى مركب التبريد هيمر من خلال خط الطرد فلم يجد امامه سوى الفتحة رقم اربعة التي توصل الى الملف الخارجي ويعمل في هذه الحالة كمكسف وطبعا هيخشي لي او هيدخول لي مركب التبريد في الملف الخارجي اللي بيعمل كمكسف هيعمل على تكسيف البخار اللي بيكون موجود عندي وتحويله الى سائل ايضا مع الحفاظ على نفس الضغط واحنا قلنا الكلام ده بيتم عن طريق التبادل الحراري بين الزعانف وبين الهواء المدفوعة بوسط المروحة وبين بخار مركب التبريد لذلك انا اصرنا ان احنا نلون شكل البخار بيبقى الشكل العام هنا ده بخار زودغط عالي ودرجة حرارة عالية بتبدأ عملية التحويل للبخار هنلاقي هنا الى سائل هنلاقي لون المواصير بدأ يتغير الى ان يتحول او الى ان يكون لون المواصير الى اللون الازرق وفي هذه الحالة بيتم تحويل سائل مركب تغيز مركب التبريد الى ايه الى سائل مع الحفاظ على نفس الضغط ننتقل الى ايه المصورة الشعرية والمصورة الشعرية هنا بتعمل على ايه تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد بحيث ان تدفع لي مركب التبريد الى الملف الداخلي في هذه الحالة الذي يعمل كمبخر بتدفعه لي الى اي يا شباب الى المبخر وفي هذه الحالة بيكون الضغط حصل له انخفاض جزئي ما بيحدث انخفاض عام يعني ولكن انخفاض جزئي وبتدفعه لي الى الضاغط او الى المبخر على هيئة ايه على هيئة سائل مرزز فيكون المبخر في هذه الحالة بايه بتحويل وظيفة المبخر بتكون عكس وظيفة المكسف يعني وظيفة المكسف تحويل الغاز الى سائل هنا وظيفة المبخر تبخير السائل وتحويله الى ايه الى غاز هنقول لي يا مصر هنقول لك لانه لا يجوج باي حال من الاحوال رجوع مركب التبريد في صورة سائلة الى الضاغط ليه لانه بيعمل على تلف البلوف الداخلية الخاصة بمحرك الضاغط حيث ان الضاغط او السائل غير قابل للانضغاط وبالتالي هنا مركب التبريد هيمر لي سائل مرزز هيقوم المبخر هنا بتحويله الى بخار عن طريق التبادل الحراري بين الهواء والزعانف اللي بيكون موجودة عندي وبين الايه وبين مركب التبريد فيخرج لي مركب التبريد في نهاية المطاف بخارز وضغط منخفض ودرجة حرارة مخفضة شوفوا بقى هيمر يا شباب هيمر لي هيلاقي المصورة رقم اتنين طيب المصورة رقم اتنين مش مكسورة لا مكسورة رقم اتنين ما فيش مخرج من خلالها غير المصورة رقم 3 اللي هي بتؤدي الى خط الراجع او خط السحب الايه لمحرك الضغط مرة اخرى طيب ده الشكل العام بتاع وضع البال في العاكس اثناء عملية التبريد تعالوا نشوف الشكل العام اللي موجود عندنا في كتابنا المدرسي ايضا نفس الشكل قد الضغط بيدغط البخار من هنا اما يضغط البخار من هنا زي ما احنا شفنا هون عن طريق خط الطرد اذا ضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفع للمصورة العادة فلم يجد امامه غير الفتحة اللي هي موجودة قدامي هنا اللي هي بتؤدي الى الملف الخارجي ويعمل في هذه الحالة كمكسف وعندما يعود بخار مركب التبريد من الملف الداخلي طبعا بيعود بخار زي ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة بيعود لم يجد امامه سوى الفتحة اللي هي من المصورة من الملف الداخلي اللي احنا قلنا الفتحة 2 و 3 وبيمر من خلالها الى خط الراجع اللي بيكون موجود عنه طيب تعالوا ننتقل الى نظرية عمل الدائرة ميكانيكية صيفا اللي احنا لسا علنا بس ازاي نكتب هنقول يقوم الضغط بسحب مركب التبريد من خط السحب القادم من الوحدة الداخلية اللي هو المبقر في صورة بخار مشبع بضغط منخفض ثم يضغطوا الى الوحدة الخارجية اللي احنا قلنا في الحالة دي بتكون كمكسف في صورة بخار محمص واحنا قلنا يعني ايه ما هو الفرق اما نجد نقول يا مستر ما هو الفرق بين البخار المحمص والبخار المشبع هنقول البخار المشبع هو بخار ولكن بتكون نسبة البخار فيه ليست مئة في المئة بمعنى ان كمية البخار اللي بيكون موجودة فيه ممكن نقول لك 95% بخار و 5% بيكون مثلا ايه سائل طيب ده اسمه بخار مشبع بمعنى ان نسبة البخار مش مئة في المئة انما اما نيجي نطلق على كلمة البخار المحمص المقصود البخار المحمص هو بخار بيكون بنسبة مئة في المئة بمعنى ان تم تبخيره لدرجة انه لا يوجد اي نسبة او اي شوائب او اي جزء من السائل بيكون موجودة عندي فدي الفرق بين اما نيجي نسأل لان كثير من ابناءنا الطلاب بيسأل يقول يا مستر ما هو الفرق بين البخار المشبع والبخار المحمص المشبع بيكون فيه نسبة ضئيلة جدا من السائل بينما المحمص بيكون نسبة البخار فيه مئة في المئة بمعنى انه لا يحتوي على سائل اطلاقا طيب تعالوا نشوف كده هنا بنقول ايه يقوم الضغط بسحب مركب التبريد من خط السحب القادم من الوحدة الداخلية اللي هو المبقر في سورة بخار مشبع بضغط منخفض ثم يضغطوا الى الوحدة الخارجية المكسف في سورة ايه شباب بخار محمص وطبعا احنا عرفنا الفرق زودغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة حيث يتبادل الحرارة مع الهواء الجوي جبريا بوسطة مروحة فيتم تكسيف البخار مركب التبريد ليتحول الى سائل زودغط عالي ثم يمر خلال المصورة الشعرية التي تعمل على انخفاض ايه شباب انخفاض ضغطه وتنظم مروره الى المبقر اللي هو المبقر هنا بيكون ايه في هذه الحالة بيكون الوحدة الداخلية في سورة رزاء الزودغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة حيث يحدث استبادل الحرارة بينه وبين الهواء المراد تكييفه المرة حوله فيبرد الهواء ويتحرك مركب التبريد ليسحبه الضغط مرة ايه مرة اخرى زي ما احنا شايفينه وشرحنا الشكل العام للرسمة اللي عنه طيب تعالوا نشوف بقى نصرية عمل الدائرة في حالة التدفئة يبقى حالة التدفئة يا مصطر هنقول لها التدفئة بتكون ايه الشتاء طيب تعالوا نشوف كده وضع البلف العاكس شوفوا هنا يا مصطر كان البلف العاكس في عملية التبريد صيفا كان الجزء المنزالك او قاصر المصورة رقم اثنين والمصورة رقم ثلاثة على نفسها بحيث اللي كانت المتاحة داخل البلف لمرون مركب التبريد كانت المصورة رقم اربعة ولكن اما نيجي نبص في الرسمة هنا في عملية التدفئة هنلاقي ان الجزء المنزالك للبلف العاكس او المجبس تحركوا بحيث انه افلوا لي النقطة او المصورة رقم ثلاثة او المصورة رقم اربعة على نفسها واصبحت المصورة رقم اثنين في هذه الحالة او الفتحة رقم اثنين هي المتاحة بالنسبة للطرد بتاع الضغط يبقى الضغط من هنا هيقوم بضغط البخار وبيدفع من هنا زو ضغط عالي ودرجة حرارة عالية زي ما احنا قلنا بخار محمس فلم يجد فيدخل خلال من خلال خط الطرد الى البلف العاكس فلم يجد امامه في هذه الحالة سوى المصورة رقم اثنين التي تتصل بالملف الداخلي والملف الداخلي في هذه الحالة بيعمل كمكسف هنقول ليه مصطر بيعمل كمكسف ما احنا هنقول ان الطرد بتاع الضغط اول مكون يقابلني بعد طرد الضغط لابد ان يكون المكسف سواء كان ملفا داخليا او سواء كان ملفا خارجيا فهنا مركب التبريد هيدخل من خلال المصورة رقم اثنين الى الملف الداخلي في هذه الحالة ويعمل كمكسف وزي ما احنا شفنا المكسف هيعمل على تكسيف الغاز وتحويله الى سائل مع الحفاظ على نفس الضغط ايضا زي ما احنا قلناه عن طريق التبادل الحراري بين الزعانف وبين الهواء المطفوع بوسط المروحة وبين مركب التبريد وفي نهاية المطاف او في نهاية الملف الداخلي بيتم تحويل سائل غاز مركب التبريد الى سائل زو ضغط عالي ودرجة حرارة عالية وبندفعه ايضا الى ايه الى المصورة الشعرية طب هنا الملف الداخلي في هذه الحالة حركة الهواء بقى بتتم ازاي بتقوم المروحة بسحب الهواء وتدفعه على ملفات وزعانف الملف الداخلي اللي في هذه الحالة يعمل كمكسف احنا عارفين ان المكسف بتبقى درجة حرارته عالية فبنستفدوا درجة الحرارة العالية عن طريق دفع المروحة الهواء على مواسير وزعانف في الملف الداخلي اللي هو المكسف فبيحصل انتقال حرارة بين سطح ومواسير وزعانف المكسف الى الهواء فيزبح الهواء زو درجة حرارة عالية او هواء ساخن وبيتم دفعه داخل المكان يبقى ان استفدت من ايه؟ من ارتفاع درجة حرارة المكسف ننتقل الى المصورة الشعرية والمصورة الشعرية زي ما احنا قلنا بتعمل على تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد زي ما احنا شفنا هنا كده خلاص وتدفعه الى المبخر اللي هو في الحالة دي بيعمل الملف الخارجي في صورة سائل مرزز فيعمل على تبخير السائل وتحويله الى غاز وضغط مرخفض ودرجة حرارة مرخفضة ومن خلاله الى النقطة او الى المصورة رقم اربعة في هذه الحالة مفيش قدامي غير المصورة رقم تلاتة وهي المصورة رقم تلاتة بتكون مشتركة سواء كان في نظرية عمل التبريد او نظرية عمل ايه التدفئة زي ما احنا شفنا طيب تعالوا نشوف شكل الرسمة اللي موجودة عندنا في الكتاب المدرسي ايضا اه هاي دي شكل الرسمة ما احنا شفنا زي نفس الشكل اللي فات ولكن احنا هنا عكسنا الطرد بتاع الضغط مفيش قدامي غير الملف الداخل اللي بيعمل في هذه الحالة كمكسف والملف الخارجي اللي بيعمل في هذه الحالة كمبخر زي ما هو موجود ايه عندي طيب تعالوا نشوف هنا نظرية العمل ازاي نكتبها هنقول يقوم الضغط بسحب مركب التبريد من خط السحب القادم من الوحدة الخارجية اللي هي المبخر في صورة بخار مشبع بضغط منخفض ويكون محمصا في حالة وجود مبادل ايه حرار ثم يضغطه الى المكسف الوحدة الداخلية اللي احنا قلناها في هذه الحالة في صورة بخار محمص زي ضغط مرتفع ودرجة حرارة ايه مرتفعة حيث يتبادل الحرارة مع الهواء داخل المكان فترتفع درجة الحرارة الهواء ويتم تكسيف بخار مركب التبريد ليتحول الى سائل زي ضغط عالي يمر خلال المصورة الشعرية التي تعمل على انخفاض ضغطه وبتعمل ايضا في هذه الحالة على ايه على تنظيم سريان المرور مركب التبريد في صورة رزاز زي ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة حيث يحدث تبادل حرارة بين وبين الهواء الجوي المرة حوله فيتبخر مركب التبريد زي ما احنا لسه شرحنا لأسحابه الضغط ايه مرة اخرى زي ما احنا شايفين من هنا يبقى باتجاه سريان مركب التبريد يمر لي من الضغط الى البلف العاكس من نقطة رقم واحد ما فيش قدامي غير الفتحة رقم اثنين اللي هي بتتصل بالملف الداخلي اللي بيعمل في هذه الحالة كمكسف وبينتقل مركب التبريد ويمر لي ويخرج من الملف الخارج اللي بيعمل في هذه الحالة كمبخر من المصورة رقم اربعة الى المصورة رقم ايه رقم اه تلاتة هنلاقي هنا ان المركب التبريد بيخرج لي ويدخل لي ومقصور واتجاه مركب التبريد عن طريق الايه البلف العاكس احنا ما نجي نتكلم هنا ونقول فايدة البلف العاكس هنقول يا مستر ان البلف العاكس له فايدة كبيرة جدا وفايدة مهمة جدا داخل أجهزة التبريد اللي بيكون موجودة عندي زي ما احنا قلنا هو فايدته الأساسية ما نسمع في بعض الإعلانات يقولك أجهزة تكيف الهواء زوء الدورة المعكوسة يبا احنا عرفنا الدورة المعكوسة أو سميناها بهذا الاسم نسبة للبلف العاكس اللي بيكون موجود داخل الدائرة وبنقول لها تاني فايدته بيعمل على تحديد اتجاه سريان مركب التبريد حسب العملية المطلوبة سواء كانت هذه العملية تبريد صيفا أو تدفئة شتاء طيب في جزء آخر مهم جدا بيتساءل بعض طلابنا الأعزاء يقول يا مستر طيب أما نيجي نركب أو يكون في حالة مثلا التبريد صيفا أو التدفئة شتاء في حالة التدفئة شتاء بيكون الملف الخارجي في هذه الحالة مبخر طيب أما يكون الملف الخارجي مبخر مع انخفاض درجة حرارة الجو ومع نسبة الرطوبة العالية بيؤدي إلى تكون كميات كبيرة جدا من التلج لأن بصفة عامة أو قردي المبخر عندي بيكون درجة حرارة منخفضة مع انخفاض درجة حرارة الجو مع ارتفاع نسبة الرطوبة هذا يؤدي إلى تكون كميات كبيرة جدا من التلج موجودة على سطح وزعانف مواصير الملف الخارجي اللي بيعمل كمبخر وطبعا زي ما احنا عارفين ان وجود كميات كبيرة جدا من التلج بيعمل عائق داخل دائرة التبريد لأن التلج بيعمل كعازل حراري وبالتالي هيعوق دائرة التبريد وهيكون حمل زيادة على جميع أرجاء دائرة التبريد لذلك كان من الضروري تواجد حل هذا الحل يعمل على إزابة التلج اللي موجوده مواصير وزعانف المبخر أثناء تشغيل دائرة التبريد اللي بيكون موجودة عندي لذلك تم تركيب جزء ويطلق عليه الكرص الحراري أو الكرص الحساس اللي بيكون موجودة عندي هذا الكرص بيتم تركيبه على سطح أو على مواصير المبخر الخارجية طب هنقول يا مصدر فايدته إن له بيتحكم في البلف المرشد أو بيتحكم بصفة عامة في البلف العاكس إزاي؟ هنقول عند تواجده وعند التصاق بمواصير المبخر الباردة وعند تكوم كميات كبيرة جدا من التلج إيه اللي بيحصل؟ هنلاقي إن الكرص الحساس أو الكرص الحراري بيحس بدرجة الحرارة وبيحس بكمية التلج اللي بيكون موجودة عندي فبيعمل على فصل الطيار الكهرابي يعني بيعمل قتل البلف المرشد بيقطع عنه الكهرباء وبالتالي أما يقطع الكهرباء عن البلف المرشد هيقطع الكهرباء بذوره عن البلف العاكس فقطع الطيار عن البلف العاكس بيروح البلف العاكس أوريدي مباشرة بيعكس اتجاه سريان مركب التبريد فهيخليلي في الحالة دي المبخر ملفا داخليا والمكسف ملفا خارجيا إلى أن يتم إزابة التلج اللي بيكون موجودة عندي وما يحدث إزابة في التلج اللي بيكون موجود البلف أو الكرس الحساس اللي عندي بيعمل على توصيل الطيار إلى ملف البلف المرشد فيؤدي إلى توصيل الطيار الكهربي إلى البلف العاكس بصفة عامة فبتقوم دائرة التبريد بضرة على أكمل وجه لذلك الكرس الحساس هو كرس مهم جدا بيركب عند مخرج أو على موسير المبخر الباردة اللي في الحالة دي في إيه هنقول فيما يعمل كملفا خارجيا في حالة التدفئة شتاء طيب تعالوا نشوف كده الكلام ده بالتفصيل عندنا هنقول هنا إزالة الرطوبة التي تتكاسف على موسير وزعانف الإيه المبخر هذه الكرس الحساس اللي إحنا لسه أهلينه وزي ما إحنا شايفين شكله زي ما شفنا شبيه كده بيبقى أصمر ومحطوط على موسير أو يركب على موسير المبخر اللي بيكون موجودة عندي وإسمه منظم إزابة السلجز والكرس الحساس الحراري عشان يحسيلي بدرجة الحرارة وده الشكل العام للإيه للبلف أو للكرس الحساس اللي بيكون موجودة عندي قبل تركيبه طبعا وبيبتدي عن طريق الجزء المعدني ده بنركبه بوسط مسامير عشان يحسيلي بإيه بكمية التلج أو بدرجة حرارة المبخر اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا نشوف كده الكرس الحراري الحساس عند استخدام جهاز تكييف في عملية التدفئة فإنه قد يتكون سلج على مواسير الملف الخارجي نظرا لنسبة الرطوبة العالية في الهواء الخارجي وهذا السلج يعتبر عازل حراري على الملف مما يؤدي إلى خفض قدرة الملف بدرجة كبيرة وبالتالي يخفض من قدرة الجهاز على عملية التدفئة المطلوبة طبعا بيبقى حملة حراري كبير لأن التلج بيعمل عازل حراري فبيأثر على أداء دائرة التبريد بصفة عامة لذلك للتغلب على هذه المشكلة يستعمل منظم لإزابة السلج هذا السلج بطريقة أوتوماتيكية ويستخدم لذلك الكرس الحساس الحراري طبعا نشوف نظرية عمل الكرس الحراري الحساس هنقول يتأثر الكرس الحساس بدرجة حرارة مركب التبريد الموجودة داخل مواسير الملف الخارجي ويقوم بفتح وقفل قطع توصيل المنظم فعندما زي ما احنا قلنا نظرية عمله عندما تنخفض درجة الحرارة الملف الخارجي اللي هو بيعمل في هذه الحالة كمباخر بدرجة كبيرة جدا فإن المنظم يقوم بقطع الطيار الكهربائي عن ملف البلف المرشد الخاص بالبلف العاكس ومحرك المروحة وبذلك يسمح لمركب التبريد بالمرور داخل الدائرة في الاتجاه العكسي وطبعا وضع التبريد حتى زي ما احنا قلنا طبعا أما بترتفع درجة الحرارة الملف الخارجي اللي هو المباخر في الحالة دي إيه اللي بيحصل؟ هنقول تسمح بإزالة التلج ثم يعمل المنظم في هذه الحالة طبعا احنا هنا عملنا عملية إزابة للتلج المنظم بيعمل على قفل قطع تلامسه ويصل الطيار الكهربائي إلى ملف البلف المرشد مرة أخرى ليعكس البلف العاكس الدورة ويدور محرك المروحة ويعكس تبعا لذلك اتجاه مرور مركب التبريد وتعود الدائرة إلى الوضع الطبيعي لعملية الإيه التبريد لذلك وجوده مهم جدا داخل الدائرة علشان نرفع من كفاءة عملية التبريد ونعمل على إزابة التلج المتكون على سطح الملف الخارجي اللي بيعمل كمبخر في حالة الإيه في حالة التلف طب تعالوا ننتقل إلى جزء مهم أيضا وهو مميزات وعيوب أجهزة تكييف الهواء طراز شباك هنقول رقم واحد أيضا مميزات أجهزة تكييف الهواء الشباك رخيصة السمن رخيصة السمن بالنسبة للأنواع الأخرى اللي احنا هندرسها هو بيعتبر أرخص أنواع أجهزة التكييف تداولا يعني سعره اقتصادي وفي متناول معظم العملاء اللي هم عاوزين حاجر خيصة وبتشغلوا وفي نفس الوقت بنحصل على هواء مكيف رقم اتنين سهل التركيب والتشغيل والصيانة طبعا أجهزة التكييف الهواء بتكون سهلة في تركيبها هي الإعاقة الوحيدة أنني بعمل عملية فتحة للحائط فقط ولكن بعد كده بيكون جهاز التكييف عندي بركبه بحيث أن الكيسة كلها أو الكمبوننت بتاع الجهاز كله بيكون متكون داخل إطار واحد وبالتالي يزهل صيانته ويسهل رفعه ويسهل تغيير أي جزء بقد يكون تالف إيه بيه رقم ثلاثة سهولة ضبطه طبعا كل ده بيبقى ضبطه حاليا بوسط الرمود كنترول بيتم من خلاله ضبط إيه ضبط جميع أجهزة التكييف بصورة سليمة تتلاءم مع درجة الحرارة اللي بوجودة عندي لا تحتاج إلى مسافة كبيرة بالغرفة هو مشكلته الوحيدة أن بيبقى جزء داخلي وجزء نفس الجزء أو نفس الجهاز بيبقى داخلي وخارجي وبالتالي ولكن شكل الوجهة اللي عندي الداخلية بيبقى مساوي للحيطة وبالتالي ما بنحسش أن احنا أصلا مركبين جهاز إيه تكييف لأن معظم البروز أو معظم المكونات بتاع الجهاز التكييف بتركب خارج الغرفة اللي بيكون موجودة عندي خمسة لا تحتاج إلى مجاري هواية زي أجهزة التكييف المنزلية أو هجهزة التكييف المركزية اللي بتحتاج إلى مساحات شاسعة من المكان فعشين نوزع المكان داخل جميع أرجاء الغرفة لابد من تواجد إيه من تواجد مجاري هواية بتعمل على نقل إيه نقل الهواء طيب ننتقل إلى جزء آخر وهو عيوب أجهزة تكييف الهواء طراش شباك لما نجي نقول العيوب أيضا زي ما هلومه ميزات له عيوب ولكن كله على حسب استخدامه أول عيب وأهم عيب عندي زو ضوضاء عليه عند التشغيل هنقول بالنسبة بالمقارنة بالأنواع الأخرى من أجهزة التكييف الضوضاء اللي عندي بتكون عالية بالنسبة له ليه لأن جهاز التكييف بيبقى زي ما احنا قلنا جميع المكونات بتاعت جهاز التكييف بتكون موجودة داخل مكون واحد وبالتالي اللي بيبقى الضاغط والمكسف والمراوح ومحرك المراوح كلهم متصلين أو مكونين أو داخل إطار واحد فما محرك المراوح يشتغل عندي وما أيضا محرك الضاغط يشتغل عندي وجميع المراوح اللي بيكون موجودة تشتغل عندي فبتعمل لي صوت عالي أعلى نسبيا من الأصوات الأنجزة التكيف الأخرى وبالتالي أنت بتحس بارتفاع طفيف في الصوت أو على حسب قدرة الجهاز بيبقى صوته مزعج إلى بعض الأحيان يبقى زي ما لمميزات أيضا له عيوب وأول عيب قد يصادفني هو أن موجود عندي ارتفاع الضوضاء اللي بيكون موجود عندي ممكن نقول أيضا من ضمن عيوبه أن الفتحة اللي احنا بنفتحها في الحائل بتكون فتحة كبيرة جدا أيضا له عيب مهم جدا وعيب خطير أن هذا النوع من أجهزة التكيف لا يصلح للساعات الكبيرة يعني احنا ولياكم مثلا أجهزة التكيف المجزأة اللي احنا لسه نخدها إن شاء الله بتكون هذا النوع من أجهزة التكيف له ساعات كبيرة جدا ومستخدمه في أماكن شاسعة وأماكن وسعة ولكن جهاز التكيف الشباك ما بيحتاجش قدرته بتكون محدودة لأن جميع أو المكونات بتاعت الجهاز داخل غلاف واحد فبالتالي بيبقى حجمها كبير فلذلك تم ايه أو اكتصر على ساعات مختلفة أيضا إن جهاز التكيف قد يكون يصعب تركيبه في بعض الأحيان في أماكن معينة من الغرفة لذلك لازم نتحرق الدقة في تركيب هذا النوع من الأجهزة بحيث أن التركيب اللي احنا بنركبه لجهاز التكيف يسمح بمرار الهواء بحيث يعطي لي أكبر كفاة طيب تعالوا نشوفوا العيوب اللي احنا لسه إلينا رقم واحد زود أوضاء عالية عند التشغيل رقم اتنين لا يسطح في الأماكن التي تحتاج إلى تحكم دقيق في نسبة الرطوبة زي ما احنا قلنا يبقى لازم نسبة الرطوبة بتحكم فيها من خلال هذا النوع من الأجهزة أيضا بتحكم فيها ولكن ما بتبقاش بدرجة كبيرة جدا لذلك لازم نتحرق الدقة شوية في تركيب هذا النوع من الأجهزة ثلاثة عمر الوحدة بيكون محدود نظرا للمكونات كلها بيكون في مكان واحد زي ما احنا قلنا أربعة عدم القدرة على خدمة مساحات كبيرة من الغرفة زي ما احنا لسه إلينا إن عشان الحجم بتاعه بيكون كبير والشكل بتاعه بيكون كبير جدا فاكتصرنا على ساعات معينة يعني ما نلاقيش مثلا جهاز تكييف شباك خمسة حصان ولكن الأنواع الأخرى ممكن نلاقي خمسة حصان ليه لأن خمسة حصان معناه إنه يبقى حجمه كبير جدا وفي نفس الوقت بيكون سقيل جدا نظرا للمكونات كلها بتكون داخل إطار واحد فلازم هنا يكتصر على ساعات ساعات صغيرة محدودية أمكانية أو أماكن تركيبه وزم إحنا قلنا إنه لازم إحنا نتحرق الدقة في تركيب جهاز تكييف بحيث إن إحنا يركب في مكان هذا المكان بيكون يعمل على رفع أو يعطيني أكبر كفاءة من إيه من الهواء أثناء تركيبه طيب نمتقل إلى جزء آخر وهو أجهزة تكييف الهواء المنفصلة أو المجزئة إحنا هنقول يا مستر أجهزة تكييف الهواء الشباك إحنا خلاص إنت هنا منها وعرفنا أنواعها ونظرية عمل كل نوع ووضع البال في العاكس ننتقل إلى نوع آخر وهو أجهزة تكييف الهواء المنفصلة طيب أجهزة تكييف الهواء المنفصلة أو المجزئة هذا النوع من أجهزة التكييف مهم جدا ونوع يعتبر بنتلافى العيوب والأخطاء اللي بيكون موجودة في أجهزة تكييف الهواء الشباك لنظرا لأن هنا بيتم فصل أو بيتكون من وحدتين وحدة يطلق عليها الوحدة الداخلية ووحدة أخرى يطلق عليها الوحدة الخارجية فإذا إحنا عزلنا هنا الضاغط والمكاسف إلى آخره من المروحة إلى مكان خارج المكان وبالتالي مش هنلاقي هنا ضوضاء مش هنلاقي فتحات كبيرة في الحال زي ما نشوفه بالميزات مش هنحصل على صوت عالي هنحصل على قدرات مختلفة لأن هذا النوع من أجهزة التكييف بيتم فصل مكوناتها أو بنطلق عليها جهاز التكييف المنفصل أو المجزء أو الليسبليت لأنه بيتكون من وحدتين طيب تعالوا نشوف كده هذا الشكل العام لجهاز التكييف دي الصورة الحقيقية لجهاز التكييف اللي بيكون موجودة عندي والوحدة الكبيرة دي بنطلق عليها الوحدة الداخلية والوحدة الأخرى بنطلق عليها الوحدة الخارجية اللي بيكون موجودة داخل المكان وتعالوا نشوف بقى تركيب الوحدتين ادي الشكل العام لديرة التبريد اللي عندي الضاغط زي ما احنا قلنا دي الشكل العام اللي هو الحائط اللي بيكون موجودة عندي ادي الوحدة الداخلية اللي موجودة داخل الغرفة اللي بنعملها عملية تكييف وبتتكون من ان زي ما احنا شفنا من المبخر ومروحة المبخر والمبادل الحراري ومجهات الهواء ومفتاح التشغيل زي ما هنشوف في الشكل الحقيقي بتاعنا واضي الضاغط والضاغط من الوحدة الخارجية المكسف وطبعا مكسف هنا من النوع المزعنف ايضا وفي هنا مجمع سحب خاص بالضغط وهنا هنقف عند مجمع السحب في نهاية الحلقة ايضا وهنا في الوصلات المتصلة بين كل من الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية طيب تعالوا نشوف الوحدة الداخلية للجهاز ادي الشكل العام للحقيقي للوحدة الداخلية بتتكون من ايه زي ما احنا شفنا من مواسير المبخر ودي مواسير طبعا بيكون مزعنافة زي ما احنا شوفنا وفي هنا المروحة اللي بخاص بدفع الهواء على الملف الداخلي في هذه الحالة او الوحدة الداخلية اللي هي مبخر وفي مرشحات الهواء بتعمل على تنقية الهواء بالاضافة الى موجهات الهواء والكارتة او اللي احنا بنطلق عليها الجزء الالكتروني الخاص باستقبال الاوامر اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا هنا نشوف ايضا الوحدة الداخلية مكوناتها المبخر هو عبارة عن مجموعة من المواسير المصنوعة من النحاس مغطاة بزعانف من رقائق الاليمونيوم مروحة المبخر وزي ما قلنا بتعمل على سحب الهواء من المكان ليمر به الى الزعانف ومواسير الملف اللي يبرد ثم تدفعه الى داخل المكان ايه مرة اخرى وطبعا دي بتكون من النوع زي الرياش المنحنية للامام زي ما احنا قلنا من المراوح الطاردة المركزية او الخلف لان المراوح المنحنية للامام هي الاكثر شيوعا ده انها تعمل عند سرعات ايه مختلفة طيب ايضا محرك مروحة احنا كل ده بنتكلم في ايه مكونات الوحدة الداخلية محرك مروحة المبخر ايضا المبادل الحراري وطبعا محرك المروحة المبخر زي ما احنا قلنا هنا ايه اه اه هو اللي بيدي الجزء الكهرابي للرياش اللي عنده عشان تعمل على دفع الهواء اه مكون طبعا ما نيجي نقولك المبادل الحراري مصطر عبارة عن ايه وطبعا موجهات الهواء يوجد موجهات للهواء الراجع المسحوب من المكان والاخرى للهواء المكيف المدفوع ايه داخل المكان اه الوحدة الخارجية وتعالوا نشوف كده الوحدة الخارجية اللي تبقى موجودة خارج المكان زي ما احنا شفنا وبتتكون ايضا من الضاغط وهنا الضاغط زي ما احنا شفنا ممكن يكون من النوع ايضا تردودي وطبعا تم استحداث النوع الاخر اللي هو الدائري اللي بيكون موجود حاليا عشان ايه بيعطي اه اه او بيعمل على توفير الطيار الكهرابي اللي بيكون موجود عنه والمؤسسين المزعنافة ودي محرك مروحة ايه المكسف في هذه الحالة والمراوح اللي بيكون موجودة ايه عندي طيب تعالوا نشوف بقى ازاي نكتب المكونات الضاغط وهو من النوع التردودي المغلق او الضاغط الدوار ماشي هنيجي نشوف هنا المكسف يتكون من مجموعة من الملفات الموسير حولها زعانف ويتم تبريده بالهواء الجبري محرك مروحة المكسف هنقول محرك مروحة المكسف زي ما احنا قلنا ونيجي ننتقل الى جزء اخر وهو نظرية العمل نختم حلقتنا بجزء نظرية العمل الضاغط بيعمل على سحب بخار مركب التبريد بضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة ثم يدفعه بيضغطه زي ما احنا قلنا بيدفعه بيبقى بخار محمص الى عن طريق خط الطرد الى المكسف والمكسف بيعمل على تكسيف السائل تكسيف الغاز عفوا وتحويله الى سائل مع الحفاظ على نفس الضغط وبيدفعه من هنا خلال خط السائل الى المصورة الشعرية اللي بتعمل على تنظيم سريان ضغط السائل ومنها الى المبادل الحراري اللي بيعمل على رفع كفاءة عملية التبريد ومن المبادل الحراري الى المبخر المبخر هنا طبعا في هذه الحالة بيعمل على تبخير السائل وتحويله الى غاز زي ما سبق شرحه ومع الحفاظ على الايه بيغير في الضغط طبعا لان الضغط بيجي لمنخفض جزئيا من المصورة الشعرية فطبعا ده بيصبح مركب التبريد وضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة ومنه الى ايه الى الوحدة الداخلية في هذه الحالة عن طريق خط الراجع او خط السحب الى الضغط مرة اخرى طيب عند تشغيل الجهاز يبدأ الضغط في ضغط بخار مركب التبريد وطرده خلال خط الطرد الى ملفات المكسف الموجودة في الوحدة الخارجية وتحت تأثير هواء المروحة يتم دخول الهواء من فتحات ام من الفتحات بجوانب الغلاف ليمر على ملفات المكسف وبالتالي تنتقل الحرارة من مركب التبريد خلال جدار موسير وزعانف المكسف الى هواء تبريد المكسف فيتكاسف مركب التبريد ويتحول الى سائل ويمر خلال المواصيل الموصلة بين كل من الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية طيب ويبقى احنا بكده خدنا انواع جهاز التكييف خدنا النوع الشباك الاول وعرفنا تركيبه ونظرية عمله ومميزاته وعيوبه وتطرقنا ايضا الى جزء من الجهاز التكييف المنفصل عرفنا مكوناته وعرفنا نظرية عمله ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل باقي التكييف المنفصل مع انواع اخرى من اجهزة التكييف المنزلية اتمنى من كل ابنائنا الطلاب انهم يكونوا استفادوا من الحلقة على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة